وفي إطار سلسلة لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بالسنتر الديمقراطي كريس كونز وذلك كما هو كان رئيس اللجنة الفرعية لاعتمدات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال هذا الاجتماع استعرض عبد العاطي أوجه التقدم التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان مسلطا الضوء على وجود علامات استفهام حول ضعف التفاعل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة ودعا إلى تجنب سياسة المعايير المزدوجة مع التجديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتحذير من توسيع رقعة الصراع من خلال الضربات الإسرائيلية الحالية على لبنان وكذلك التقى وزير الخارجية نظيره الأوكراني وشهد اللقاء التأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا كما أكد عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين ترجمة نانسي قنقر